القرآن أقوى مقيلا هدي من الرحمن ضل وارف يحيي الوجود لكي يعود جميلا فتسامت الأرواح تسبيحا له وسرت ترتله قوله ترتيلا هذا سؤال الذكر فينا هاتيا يسقي قلوب السائلين دليلا يسقي قلوب السائلين دليلا نغدو مع القرآن أقوى مقيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم جميعا ورحمة الله بركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء في حلقة مفتوحة على مختلف الأسئلة الأسئلة التي تريد منكم كثيرة ونحن نقدر الإخوة الذين يتواصلون معنا عن طريق مواقعنا أسئلتهم جميلة ورائعة وتشتحق التقدير إنما كثرتها يجعلنا أحيانا نقتصر على بعضها إضافة إلى الاتصالات فأرجو أن لا تنزعجوا من عدم طرحها وهذا الكلام كررته في العوام الماضية أن هذه الأسئلة سنستهلكها طوال العام بإذن الله حرصا مننا على أن تبقوا معنا أيضا متابعين للبرنامج طوال العام بإذن الله ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن أبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة رقم هاتفنا نستقبلكم عن طريقه 2-4-9-5-4-6-1-1 مفتاح السلطنة 0-0-9-6-8 إذن نقوله كاملة مرة أخرى كاملا 0-0-9-6-8-2-4-9-5-4-6-1-1 فأهلنا مرحبا بكم أهلنا مرحبا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالإخوة والأخوات الذين يتابعون وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيد آمين يا رب العالمين لنبدأ بسؤال الأخ صعود الذي انتهينا عنده في الحصة الماضية أو في الحلقة الماضية يقول هناك من يدعو في صلاة التراويح ومعه أهله أو يدعو عند المقابر أو في أي مكان للميت أو لنفسه إذا كان يعني أو لميت معين عفوا اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه يسأل عن صحة هذا الحديث أو هذا الدعاء المأثور ثم هل يمكن أن يستخدم في كل هذه الأوقات لأنه يقول أحيانا يسبب حرقا للزوج عندما تكون حاضرة بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا بواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و أهلنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فإن هذا الجزء المسؤول عنه هو نعم من دعاء مأثور ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من طريق عوف بن مالك في الدعاء الشهير الذي قاله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في الصلاة على الميت نعم اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و جاء فيه و أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و زوجا خيرا من زوجه نعم و الحديث عند الإمام مسلم و عند غيره أيضا فالحديث صحيح و اختلف في معنى لكن قبل الخلاف كما تقدم في الرواية نفسها فإن هذا الدعاء للميت كان في الصلاة على الميت نعم سري فلم يكن في محفل من الناس أو عند الدفن عند الدفن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال استغفروا لميتكم و سألوا الله في بعض الرواية له الثبات فإنه الآن يسأل فهذا الدعاء يكون في صلاة الجنازة و لو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قاله في مشهد من الناس أو في محفل أو في مناسبة فيها جمع من الناس لما ترددت النفوس في التأسي به عليه الصلاة و السلام و الإتيان به بعد فهمه الفهم الصحيح اللائق به أما أن يظن بأنه يستحيى منه و قد قاله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فهذا لا ينبغي ذا مسلم و حسنا فعل السائد إذ قال هل الدعاء مأثور أو ليس بمأثور نعم هو مأثور و قاله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في دعائه للميت في صلاة الجنازة نعم الآن يمكن أن ينظر في معنى و هل هو عام لكل ميت للرجل و للمرأة فطائفة من العلماء يرون بأن هذا الدعاء إنما يكون على بهذه الألفاظ للميت الرجل دون المرأة فإن المرأة يمكن أن يأتي فيها اللهم إن هذه أمتك ابنة أمتك و ما يناسب المقام أي مقام التأنيف نعم و لكن لا دليل على التمييز بين الميت ذكرا كان أو أنثى في هذا الدعاء نعم فقد ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه يقوله و لذلك ذهب أكثر العلماء المحققين إلى أن الدعاء صالح لكل ميت للرجل و للمرأة لا سيما و أن كلمة زوج تصدق عليهما معا نعم و إنما يأتي الإشكال هنا بأن المرأة يكون زوجها في الجنة كما دلت السنة أيضا زوجها إن كانا من زوجها في الدنيا زوجها في الآخرة إن كانا صالحين و كانا من أهل الجنان نعم و كذا الحال بالنسبة للرجل أيضا قد يشكل فهم أن يستبدل بأهله و أن يستبدل بزوجه نعم ف لذلك ذهب العلماء إلى بيان أن المقصود هو الخيرية في الصفات لا في الذوات نعم فمعنى قوله و أبدله أهلا خيرا من أهله أي خيرا في صفاتهم نعم و كذا الحال و أبدله زوجا خيرا من زوجه أي في الصفات لا في الذات لا باستبدال الذات و إنما بالترقي بالصفات التي تكون محبوبة مرغوبة فيها مناسبة لما في الجنان من خلال أهل الجنان و نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين نعم فهذا هو المعنى إذن و بهذا يزول الإشكال للطرفين يزول الإشكال فيما يتعلق بالميت الذكاء الرجل و فيما يتعلق بالمرأة إن كانت هي الميتة فالمقصود هو الترقي في الصفات لا استبدال الذوات و الله تعالى أعلم هل ورد أيضا ما يدل على أن هذه الأشكال و الألوان التي عليها الناس في الدنيا تتغير في الجنة لمن كتب الله له الجنة أما الأشكال و الألوان نعم ورد في روايات يعني فيما يفهم منه أيضا أو يستدل من أنهم يبعثون شبابا و أنهم كما وصف الله سبحانه و تعالى أيضا النساء في الجنان قال أترابا و الأتراب هم الذين يكونون في عمر واحدة و رسول الله صلى الله عليه و سلم مازح امرأة عجوز فقال لا يدخل الجنة عجوز فعجبت من ذلك فقال إنما تبعثين شابا نعم فنعم في هذه الخصال أما من حيث تغير ذواتهم بالكلية فهذا لا دليل عليه و لذلك ورد ما يتعلق ببقاء علائق الزوجية و أنهم يتزاورون يعرف بعضهم بعضا يألسون إلى بعضهم البعض يسألون عن بعض أهاليهم فنسأل الله سبحانه و تعالى أن نكون منهم آمين جميعا يا رب العالمين شكرا لكم فضل الشيخ ننتقل الآن إلى التسير و عندنا هنا أسئلة كثيرة متعلقة به طيب نأخذ هذا السؤال من أسماء تقول ما دلالة صوم الكلام عند مريم عندما أتت قومها و آية سيدنا زكريا ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية نعم أما في قصة مريم عليها السلام فإن ربنا تبارك و تعالى هو الذي أمرها بذلك نعم قال فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فلم يرد بيان عدد الأيام وهذه عبادة كانت موجودة قبل شرعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة فقد نسخت في شريعة نبينا الخاتم عليه الصلاة والسلام بجملة روايات فرسول الله صلى الله عليه وسلم في من كان يتعبد الله عز وجل بالصمت بالصوم عن الكلام كان يأمر أن يتكلم قال مروه فليتكلم ومروها فلتتكلم ومن كان منهم قد نذر ذلك فلم يأمره بالوفاء بندره ولا بالتكفير لأن ذلك لم يكن مباحا في ديننا في شريعتنا وقال في الرواية لا يتم بعد بلوغ ولا صمات يوم إلى الليل لكن ذلك كان من العبادات المباحة في شريعة من كان قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما في بني إسرائيل أما الحكمة من صومها فهي ليكون صومها أبلغا في الرد على المعترضين من بني إسرائيل على إتيانها بولد تحمله ليكون الجواب إعجازا منه من عيسى عليه السلام فيكون أكثر إقناعا لهم وليكون في ذلك إثبات لنبوته ولمعجزته ولبراءة أمه أما لو دخلت هي لو تكلمت هي فيمكن أن ينشأ من جراء ذلك المراجعة والمحاجة والاتهام والتحقير فأراد الله تبارك وتعالى لها ما هو أكمل إتماما لفضله عليها ولفضله على عيسى عليه السلام بأن يكون الرد من عيسى عليه السلام لا منها هي فهذه هي الحكمة في صومها عن الكلام فأشارت إليه هي حكى ربنا تبارك وتعالى أنهم لما سألوها قالت فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا فكان مسموحا لها بأن تعبر بالإشارة الإشارة المفهمة ولهذا سنخرج الآن إلى زكريا عليه السلام هذه الإشارة المفهمة يعبر عنها القرآن الكريم بأنها قول قال إني نذرت قال في زكريا قال قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة في آل عمران نعم فهنا زكريا عليه السلام اختلف فيه هل كان ذلك هل كان صومه لثلاثة أيام باختيار منه أو بتقدير من الله تبارك وتعالى لعجز يصيبه من حصر كلام فلا يستطيع أن يتحدث فقولان عند المفسرين لكن مؤدى القولين واحد فهو قد طلب آية والله تبارك وتعالى جعل آيته في امتناعه عن الكلام لثلاثة أيام قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة وفي مريم قال ثلاثة ليال سويا فسواء كان ذلك بعجز أصابه أو كان ذلك باختيار منه بإيحاء من الله عز وجل لأواني صومه فالحكمة هنا أن يستبشر بقرب حصول ما بشر به من الولد وأن يبشر أهله وأن يعرف ميقات حصول هذه المعجزة وأن يلتفت إلى حكمة الله تبارك وتعالى في الأمر فلهو لقومه فهو رغم كبر سنه وكذا الحال بالنسبة لزوجه إلا أن الله تبارك وتعالى هيأ الأسباب لتحمل امرأته ثم تلد وفي المقابل هو عليه السلام فصيح بليغ مبين نعم ولكن الله تبارك وتعالى عطل له هذا السبب عطل له هذا السبب فلنأخذ من ذلك أن الأسباب كلها بيد الله تبارك وتعالى نعم فما شاء من أسباب يظنها الناس أنها مفضية إلى مسبباتها إلى مسبباتها فإن الله تبارك وتعالى قادر على تعطيله وما كان من مسببات تحتاج إلى أسباب قوية يفتقر إليها الناس فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يسبب لها الأسباب نعم إذن لتوضيح الصورة هنا زكريا عليه السلام قادر على الكلام نعم لكنه حينما تأتي هذه أوان البشارة بالولد يصبح ممتنعا عن الكلام نعم وهناك في ذات ما بشر به هو مسن اشتعل رأسه شيبا طبعا ولكن الله تبارك وتعالى أحدث سببا على خلاف ما تجري به العادة بتقدير منه سبحانه وتعالى وفضل لتحمل امرأته ثم تأتي بولد له والله تعالى امرأته عاقر نعم امرأته عاقر نعم احسنت بينما امرأة إبراهيم عليه السلام كانت عجوزا أيضا وحملة نعم نعم فضل الشيخ نحن نجد من خلال قراءتنا القرآن الكريم هو تشريع وتطبيق عند المسلمين ولديهم عناية كبيرة عناية كبيرة فعلا بالإنسان بغض النظر عن الجنس رجلا كان أو امرأة بغض النظر عن الأعراق عن المهن لا توجد كرامة كما هي موجودة للإنسان في القرآن الكريم نعم إنما البشر لقأت إلى ممارسات تستغل هذا الإنسان ربما وردت فيها إشارة في القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السلام تستغل هذا الإنسان وتتاجر به في معاملات كثيرة هناك من يستخدم الإنسان لذاته غرضا ماديا فيسرحه ليأخذ من ورائه مبلغا ماليا أو يكلفه بأعمال شديدة جدا قاسية وحدث بعض الناس يتحدثون عن من يباع مثلا إلى كليات أو إلى مؤسسات أو غير ذلك ويأخذون من ورائه مالا ويعطونه جزءا من ذلك المال الاتجار بالبشر في صوره الكثيرة ماذا يقول فيه الإسلام وكيف دعا إلى ضرورة أن تكون له كرامته واحترامه الجواب يدعو الإسلام إلى كرامة هذا الإنسان فقد قال ربنا تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ أَتْقَاكُمْ ومن أجل ذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا الإنسان خليفة في الأرض ناط به الخلافة في الأرض والتي تعني أداء واجب عمارة هذه الأرض وعبادة الله تبارك وتعالى وتحمل هذه الأمانة بقطع النظر عن استجابة هذا الإنسان أو عدم استجابته لكنه بوئ هذه المنزلة ولذلك نجل من الأحكام الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكثير مما يعنى بحفظ كرامة هذا الإنسان ومنع سوء استغلاله أو تحقيره أو امتهانه بقطع النظر عن دينه ولونه وجنسه فإن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام حافلان بالكثير من الأدلة الشرعية الداعية إلى حفظ حقوق هذا الإنسان ومنع العدوان عليه ومنع البغي والظلم والجور واستغلال أحواله واستغلال فقره أو جهله من ذلك على سبيل المثال فيما يتعلق بالمعاملات بين الناس فأموال الناس مصونة ونفوسهم مصونة لا تحل إلا بما شرع الله تبارك وتعالى وفي المعاملات المالية لا يحل أن لا بد أن تكون العقود مبنية على رضا من الطرفين وهذا الرضا إنما هو تعبير أي تعبير عن رضا داخلي يكون بالإيجاب والقبول بين المتعاقدين و لذلك نهت الشريعة عن استغلال طرف أضعف نعم من أجل التكسب و تأثل الأموال منه و أمرت بعونه و صلته بما يحفظ له كرامته فهذه الأحكام الشرعية غايتها إرساء العلاقات بين الناس على أسس من العدل و الإنصاف بحيث يكون تبادلهم للمنافع فيما بينهم قائما على علاقة متوازنة قوامها العدل و الميزان و القصطاص لا على الظلم و الجور و سوء الاستغلال و نحن نجد ذلك مضطردا فيما يتعلق بالمعاملات المالية أو المعاملات في الشؤون الشخصية أو ما يتعلق بالحقوق الأساسية من حق الحياة و حق العلم و حق الجواب عن ما يعن في الخاطر من أسئلة و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يضرب المثل الأعلى في ذلك في تعامله مع أهل الإسلام و في تعامله مع أهل الذمة و في تعامله مع المشركين كان يقيم عليهم الحجة و كان يحسن معاملتهم و كان يؤدي إليهم أماناتهم و لم يعهد عنه عليه الصلاة و السلام أنه أخل بأماناتهم أو قصر فيها أو فرط فإذا للإسلام شأن كبير فيما يتعلق بمنع وجوه الاتجار بالبشر التي تتمثل صورها في استغلال الإنسان أو في منع حقوقه إذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في حق الأجير يقول لا يقتصر الأمع على أداء الحق بل يدعو إلى المسارعة في أداء الحق إليه أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ذكر أن أصنافا من الناس يكون خصمهم يوم القيامة قال و من كنت خصمه فقد خصمته و ذكر منهم و رجلا استأجر أجيرا فمنعه حقا ثم لم يوفي له فهذه نماذج عملية و تشريعية في هذا الدين الحنيف كلها تدعو إلى حفظ حقوق هذا الإنسان و منع استغلاله و منع وجوه الظلم و الجور التي يمكن أن تقع عليه و لهذا نجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فهموا ذلك حتى فيما يتعلق ببعض الحقوق المدنية على سبيل المثال في الجزية من أهل الذمة الذين توفر لهم الدولة واجب الحماية و الحفظ دون أن يكون عليهم أن يشاركوهم في الحماية و الأمن و الحفظ ففي مقابل هذه الجزية يجد سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه رجلا منهم و هو يعيش في فقر و مسغبة و يشكو سوء حاله فإذا به يأمر له بصلة من بيت المال و يقول ما أنصفناك إذ أخذنا منك الجزية شابا ثم تركناك مسنا أو ثم تركناك كهلا لفهمهم لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فيما يتعلق بأداء الحقوق إلى أهلها و كذا الحال معه أيضا رضوان الله تعالى عليه حينما تسابق مع ابن الوالي مع ابن عمر بن العاص في مصر شاب قبطي فسبق فأهانه ابن عمر بن العاص فاشتكى الشاب و أبوه فلم ينصف حتى وصل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه فلما وصل إليه الأمر استدعى سيدنا عمر استدعى محمد بن عمر بن العاص و استدعى والده و قال للقبطي خذ حقك منه و اضربه كما ضربك و اضرب أباه فأخذ حقه من الولد و لكنه امتنع قال لا أضرب إلا من ضربني ثم قال كلمته الشهيرة متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا نعم ع شاء الله شكر الله لكم فضلت الشيخ أم خالد مكالمات شكرا و عليك و عليكم السلام و الله و بركاته عندي تفضل الله يحفظك تفضل لاحظت أحد الأبناء يعني عندما يصلي ما يحرك شفائطة فعندما فرغنا من الصلاة سألته أنك تصلي داخل السريرة بس و أنت ما تقرب لسانك قال أيوة فهو عادي يعني مر علي سنوات وهذه الطريقة أيش يكون يعني كيف يعني يقضي الطلوات ولا ويش يسوي ولا هو يعني معدور يعني يقرأ الصلاة داخليا بدون أن يحرك شفائط داخليا أيوة كان بالغ الحلم يعني نعم بالغ الحلم هو أيوة عادي بالغ الحلم أيوة من فترة و من سنوات يعني مر له كذا تقول أنا ما أعرف طيب لكن عفوا هل أنت متأكدة أنه كان لا يتلفظ بما يقرأ من القرآن سألته كان فقط يكيف بقلبي نعم سألته قال ما يتلفظ بالسامة ما يتلفظ أبدا نعم إن شاء الله تسمعي اليوم طيب مشكورة أم خالد بارك الله فيك الأخ عامر العمري السلام عليكم دكتور كيف الحال و عليكم السلام و نحمد الله بركاته الأخ عامر أهلا بك و عليكم دكتور ما يتعالين الله يخليك تفضل السؤال الأول طبعا نحن يعني تبشر أقوام مختلفين لدينا خصائص مختلفة و نتحدث بلغات مختلفة سؤالي عندما نبعث في يوم القيامة هل سيحاسب كل قوم بلغته أم أن هناك لغة واحدة سوف يحاسب بها الجميع طيب عندما يعطى كل شخص كتابه أبدا الحساب هل اللغة القرآن معنا طح هي اللغة التي سوف يحاسب بها الجميع أم أن كل قوم يحاسبه طبعا حسب لغته طيب إن شاء الله السؤال الثاني السؤال الثاني طبعا بشي تفاصيل دقيقة بالمثال الصلاة يعني أحيانا قد يكون تفصيل صغير ربما يفصل الصلاة طبعا ربما يفصل الصلاة طبعا لكن أثناء السجود هل شرط أساسي أن تقدم رقبتك قبل اليدين أثناء السجود وإن قدمت يديك قبل الرقبتين تفصيل الصلاة طيب طيب إن شاء الله مشكور لك عامر شكرا جزيلا الأخذ زكية السلام عليكم وعليكم السلام الله بركاته تفضلي الأخذ زكي الحمد لله بارك الله فيكم حياكم الله تفضلي الأخذ زكية تفضلي ما المقصود بالحجارة في صورة البقرة ما المقصود بالحجارة في صورة البقرة نعم ثم قصت قلوبكم فهي كالحجارة نعم هذا المقصود طيب إن شاء الله توداني أرأيك من الشيق كهلا أن يدعونا بالشفاء وإنجاد بركة طيب تطلب منكم دعاء أن تدعو لها بالشفاء والبركة نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء والعافية والصحة وأن يذهب عنك كل بأس وسوء ومكروه وأن يبارك لك في عمرك وفي ما آتاك بارك الله فيك آمين يا رب العالمين آمين جد لكم الله الخير شكرا لك شكرا جزيلا الله يبارك فيك أخ حمود العامري السلام عليكم دكتور وعليكم السلام الله بركاته أخ حمود أهلا بك بس أنا اليوم طلب بسيط لقظيمة الشيخ الدكتور يعني شرح سورتين فلق والناس تريد شرحا كاملا لسورتين الفلق والناس عن من باب التذكير وكيف العمل به ما يعني إن شاء الله سنفرقها طوال العام إن شاء الله لأنها تحتاجها أخبرك الله فيك أو طوال الشهار طيب مشكور لاحقا شكرا جزيلا الله يبارك شكرا جزيلا أحسنت نكتفي بهذه الأسئلة الآن ونأتي إلى سئلة الأخوة قليلا ابنها يصلي لا يحرك شفتيه يعني يكيف الصلاة في نفسه سألته أقر بذلك وهو بالغ ما حكم صلاة؟ هذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإن كان يعني قد صنع ذلك بعد بلوغه ولم يتلفب بأقوال الصلاة أبدا فهذا كأنه لم يقرأ لأن القراءة تعني أن يحرك القارئ لسانه و شفتيه بما يقرأ أما أن يكيف في قلبه القراءة فهذه ليست بقراءة وإلا ما أسهلها كانت نعم فمن أجل ذلك عليه أن يجتهد في قضاء هذه الصلوات أن يتحرى هذه الفرائض التي أداها دون أن يقرأ فيها و يقضيها قدر استطاعته إلى أن تطمئن نفسه أنه أدى الذي عليه إن كان يضبط عددها فليأتي بها و إن كان لا يضبط عددها الآن فليتحرى حتى يصل إلى طمأنينة نفس بأن الذي عليه قد أداه و الله تعالى يتقبل منه يقضي الفرائض فقط دون السنن يقضي الفرائض و قيل معها السنن المؤكدة سنة المغرب و سنة الفجر و الوتر جميل و إن شق عليه ذلك فليأتي بالفرائض و ليكثر من النوافل جميل إن شاء الله يعني بعد إتيان ليكثر من النوافل بعد أن يجتهد في قضاء ما عليه جميل عسى أن يكون في إكثاره من النوافل ما يجبر به ما تركه من السنن المؤكدة أو ما لعله قد نسيه من أمر الصلوات و لكن يعني نطمئنه أيضا بأن الأمر يسير فالله عز وجل يقول و من يتق الله يجعل له مخرجا نعم فحينما يشرع بإذن الله عز وجل لتدارك ما فات نعم بإخلاص و بتوبة إلى الله تبارك و تعالى فإن الله عز وجل سيسر له قضاء هذه الصلوات نعم و سيتمكن من الفراغ منها على النحو المطلوب بفضل من الله تبارك و تعالى نعم و هذا أمر أيضا يقولنا إلى تنبيه آخر فنلاحظ هنا أن الأم هي التي انتبهت إلى ولدها نعم فعلى الأولياء على الآباء على وجه الخصوص و الأمهات و على المربين من المعلمين و المدرسين و من يعني يشتغلون بارك الله فيهم بتعليم الصبية الصلاة أن ينتبهوا إلى مثل هذه الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها من يتعلم الصلاة نعم فعليهم أن يتنبهوا و أن ينبهوهم إلى أن يأتوا بالقول و أن يلحظوا أداءهم لهذه الصلوات بحيث يتبين لهم الأخطاء التي يقعون فيها و يمكن أن تتدارك في وقت مبكر و الله تعالى المستعان أزاكم الله خيال فضل الشيخ نخرج إلى فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى سائلين دليلا يسقي قلوب السائلين دليلا نغدو مع القرآن أقوى مقيلا هدي من الرحمن ضل وارف يحيي الوجود لكي يعود جميلا فتسامت الأرواح تسبيحا له وسرت ترتل قوله ترتيلا هذا سؤال الذكر فينا هاتيا يسقي قلوب السائلين دليلا يسقي قلوب السائلين دليلا مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى نواصل الأسئلة الأخ عامر يسأل هل سيحاسب الناس عند الحشر بلغاتهم أم هناك لغة موحدة الله أعلم بذلك هذا من الغيب الذي لم يأتي به دليل يدل عليه وربنا تبارك وتعالى لا تختلف عليه اللغات جعل من اختلاف الألسن آية من آياته في الخلق لكنه سبحانه وتعالى لا تختلف عليه هذه الألسن هل سينطق الناس بلغة أخرى أو بلغاتهم أو ما سوى ذلك هذا من عالم الغيب الذي لا أثر له الثابت هو أن العباد سيقفون هذا الموقف وسوف يحاسبون وستعرض عليهم صحائف أعمالهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل اليمين أهم وأما كيف يكون ذلك وبأي لغة يكون فهذا لا أثر له ولم يأتي دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في مثل هذا الأمر والله تعالى أعلم طيب تقديم الركبتين على اليدين أو اليدين على الركبتين في الصلاة بعد الركوع نعم هل ورد فيه سنة معينة نعم وردت فيها آثار وأكثر هذه الآثار أن تقديم الركبتين عند الهوي إلى السجود هو السنة وبعد ذلك يعني بعد ركبتيه يقدم بعد ركبتيه يقدم يديه ثم جبهتهم وأنفه لكن هذا لا يعني أن غير هذه الهيئة تفسد الصلاة كما هو سؤال الأخ سائل بل إن بعض الفقهاء يرون بعض الآثار والروايات في أن السنة هي في تقديم اليدين على الركبتين عند الخفض للسجود ومن كان متأولا بدليل يراه صحيحا فلا يمكن أن يقال بفساد صلاته أو أن يضيق عليه وأن يقال بخلل أو نقص في صلاته لكن الراجحة هو أن السنة أن يقدم في الخفض أن يقدم ركبتيه ثم يديه وفي الرفع أن يفعل عكس ذلك فيرفع أن يرفع جبهته ثم بعد ذلك يديه ثم ركبتيه وهذا في حالة السعة والاستطاعة نعم فمن كان لعلة أو مرض أو عجز أو غير ذلك لا يستطيع فلا ينبغي التثريب عليه نعم والتشديد في حقه فإن ذلك إنما يعني مأمور أن يأتي بأفعال الصلاة قدر ما يتيسر له إلى أن يمنى الله عز وجل عليه بالشفاء والصحة التي تعينه على الإتيان بالنحو الأكمل والله تعالى سائل هنا يسأل عن المستحقين للزكاة يقول ربما في بلداننا مجموعة من الفقراء لكنهم أيسر حالا من البلدان الأخرى التي هي أشد ضررا وفقرا وحيانا نجد أن المستحق للزكاة يمتلك بيتا يخيل إلينا كما يقولنا أردت أن أصوء سؤاله يخيل ولينا أنه على كفاف وليس فقيرا نعم فيسأل كيف نستطيع أن نحدد الفقير حتى نعطيه زكاتنا هنا جملة أمور أولا الزكاة ليست محصورة للفقراء فقط نعم بل هي كما قال ربنا تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الآن المساكين إن رجعنا إلى ما نجده في كتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل وصف أصحاب السفينة قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فلعل الذي يراهم ويرى ظاهر أحوالهم يظن أنهم في غنى ويسر لأنهم يملكون سفينة يعملون بها في البحر لكن الله تبارك وتعالى سماهم مساكين فمن أجل ذلك على المزكي أن يتحر أحوال هؤلاء فما أكثر الفقراء وما أكثر المساكين وما أكثر الغارمين المستحقين للزكاء لكن عليه أن يتحسس أحوال مجتمعه وأن يسأل الثقات الذين هم أكثر دراية وأدرى بأحوال الفقراء والمساكين والمستحقين لمخالطتهم وللاطلاعهم على أسرار البيوت فليست العبرة بالظاهر وإنما العبرة بما نعم لا نقول بالظاهر أي أقصد من الظاهر الاقتصار على بعض الظواهر لعد ذلك المسكن ورثه نعم ولكنه في داخله لا يكاد يجد قوتا نعم ولا يجد ملبسا ولا يجد ما يستغني به عن يستغني به في احتياجاته للمطعم والمأكل والمشرب والتعلم والتنقل وغير ذلك فعليه أن يتحرى وأن يجتهد في الأمر ونعم إن حصل بعد ذلك أنه رأى وثبت عنده أن هناك فقراء هم أشدوا عوزا وأعظم احتياجا في شيء من بلدان المسلمين وأمكن له أيضا أن يوصل إليهم من الزكاة فلا مانع على أن لا يحرم فقراء على أن لا يحرم المستحقين في بلاده نعم وأنا دائما أدعو يعني من تجب عليه الزكاة أن يتثبت من أحوال الناس في المجتمع وأن يتفقد أحوالهم فقد يكون الفقير أقرب إليه مما يظن هو نعم وقد يكون المستحق للمال للزكاة جارا له وهو لا يعرف عنه شيئا نعم وإن كان هو بنفسه لا يستطيع فليسأل أهل الخبرة والمعرفة والدراية من الأمناء الثقات الذين يمكن أن يؤخذ بقولهم في مثل هذه الأمور نعم ولكن في المقابل ينبغي أن يتنبه أيضا إلى أن الزكاة هي لسد هذه الحاجات هي ليست لتكوين ثروات أو لإغناء الناس فلذلك يعني يجب أن يتنبه وأنا قد أطيل قليلا في هذه المسألة تفضل فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمتأثل مالا لا تحل لا تجوز فإن أخذوها فإنهم يأكلون نارا والعياذ بالله يأكلونها بالباطل للغني وللقوي للقوة التي تعينه على اكتساب الرزق والسعي في الأرض ولا لذلك الذي يبتلى بمرض جمع الأموال دون أن يكدح ودون أن يعمل والحكمة من ذلك أن لا يعول الناس على ما يعطون إياه من الأغنياء أن لا يعتاد أن يكون عيشهم مما يعطى الواحد منهم من الأغنياء بل هو مأمور أن يسعى في هذه الأرض وأن يكدح وأن يجتهد في البحث عن موارد الرزق وأن يستغل ما آتاه الله تبارك وتعالى من علم أو عقل أو قوة أو علاقة بغيره أو غير ذلك لا أن يظل هكذا معولا على ما الفتاة الذي يمكن أن يعطى إياه من الزكاة والصدقات فليس هذا من مقاصد الزكاة وإنما من كان خارج هذه الدائرة من كان ليس بغني ولا بذي مرة سوية ليس بقوي قادر على العمل وليس متأثلا للمال وصدقت عليه الأوصاف المذكورة في آية الصدقات حينئذ يعطى من الزكاة لسد حاجة بل يعطى منها ما يعينه على الخروج من حالة الفقر كاكتساب حرفة أو امتهان مهنة يرتزق منها ويمكن بعد ذلك أن يعول نفسه وأن يعول من يعولهم من حرفته تلك لكن أن يظن بأن قوام حياة الناس وإصلاح أحوالهم المعيشية المتردية لا يكون إلا بالزكاة والصدقات فهذا خطأ ولن يخرج الناس من دائرة الفاقة والفقر بل قد يفقر الأغنياء قد يؤدي هذا إلى إفقار الأغنياء الموسرين الذين يدفعون هذه الزكوات أو الصدقات أو الصدقات نعم فلا بد أن نفهم أمر الزكاة فهما صحيحا لا يراد بها أن تكون مغنية عن العمل بل متى ما وجد مثل هذه الشبهة فإن صاحبها ممنوع من أخذ الزكاة وهو ديانة مأمور بأن لا يأخذ الزكاة فإن أخذها كان آكدا لها بالباطل والعياذ بالله نعم هذه فقط ملاحظة لتنبيه المجتمع إلى دور الزكاة والصدقات في واقع حياة الناس و إلى الأسس التي تبنى عليها الزكوات و ما المطلوب من المجتمع كما تقدم الكثير أيضا من الموسرين في حقيقة الأمر يشتكون إذ يأتي إليهم من يظهر عليهم آثار القوة على العمل القدرة على العمل لكنهم يترفعون عن العمل لا يترفعون عن السؤال لكنهم يترفعون عن العمل أو يأتي إليهم من يظهر عليه ما يمكن أن يستغني به عن السؤال يعني يخبرني أحدهم أن سائلا ينتظره في سيارة أجرة نعم لساعتين و ثلاث نشاء الله لو أنه أخذ السيارة و دار بها دورتين أو ثلاث دورات في المدينة التي هو فيها لكتسب من الرزق أكثر مما سيعطى إياه فضلا عما يعني غرمه هو نفسه من المغارم التي بذلها و هو في سيارته و السيارة تعمل و جهاز التكيف يعمل و تتكرر مثل هذه المشاهد كثيرا كثير من المحسنين يشتكون نعم أنهم يكادون يضيقون ذرعا بإلحاف نعم السائلين عليهم مع ما يظهر عليهم من قدرتهم على العمل و من إمكاني أن يكتسبوا حرفة أو مهنة نعم يغنون بها أنفسهم و يكفون بها وجوههم عن ذل السؤال نعم أشكر و إياكم فضلا شيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي و مساعد المفتي العام للسلطنة أشكركم أيضا على حسن متابعتكم و اتصالكم نلقاكم بغدا بإذن الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هدي من الرحمن ضمن وارف يحيي الوجود لكي يعود جميلا فتسامت الأرواح تسبيحا له وسرت ترتل قوله ترتيلا هذا سؤال الذكر فينا هاديا يسقي قلوب السائلين دليلا